بعد المظاهرات والاحتجاجات المتتالية أمام البيت الأبيض وبعد استنفاذ معظم السبل القانونية تقدمت مجموعة من المنظمات السورية بالتنسيق مع الهيئة العامة للثورة السورية بطلب رسمي للحماية الدولية مناشدة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالتدخل الفوري لوقف ما أسموه بحمام الدم في سوريا الحماية الدولية الحزر الجوي عندما اتخذ قرار بالحماية الدولية بيبدأ من أمور وبدأ انتهي بأمور وبتصور الحزر الجوي بحد ذاته ما هو بس أنه ما يمنعوا الطيران لا ما هو معناته هيك فخلال مؤتمر صحفي شهده نادي الصحافة الدولية بالعاصمة الأمريكية واشنطن أكد الثلة من الناشطين السياسيين السوريين على عدم المسج بين مطلب الحماية الدولية والتدخل العسكري أو الاحتلال المباشر الحماية الدولية وهذا الذي يتحدث به السوريون اليوم هي عبارة عن صرخة للتعبير عن كم وحجم ونوعية الألم الذي يتعرض له الشعب السوري هذه الصرخة يجب أن تدوي في أسماع العالم سبق اللقاء اجتماع مع نخبة من الأطر العاملة في مبنى الكونغرس الأمريكي بعيدا عن أعين الصحافة تم خلاله تدارس الوضع السوري وآلية التعامل مع المطلب المذكور يأتي مطلب الحماية الدولية إذن ليشكل آخر الحلول للمعارضة السورية في الولايات المتحدة والعالم معارضة يقول البعض أنها تتنفس بما يحدث في الداخل السوري محمد سعد وافي فرونس فاند كات من داخل نادي الصحافة الأمريكية واشنطن